أحلى رئيس مجلس النواب تسعة مشاريع قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس منها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وذلك إلى اللجان النوعية لمناقشتها كما وفق مجلس النواب خلال جلسته على مجموع مواد مشروع قانون مقدمة من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون بالنظام هيئة قناة السويس جلسة جديدة وصل خلالها مجلس النواب رئاسة المستشار أدكتور حنفي جبالي مناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة في مستهل الجلسة العامة أحل رئيس مجلس النواب تسعة مشاريع قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس منها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وذلك إلى اللجان النوعية لمناقشتها وإعداد التقارير عنها لعرضها على المجلس خلال الجلسات المقبلة وخلال الجلسة أيضا أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات كما وفق مجلس النواب خلال جلسته على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون بنظام هيئة قناة السويس شكرا للحكومة على سعيها دايما لفكرة جذب الاستثمارات وتنمية الموارد الحقيقة بالنسبة لصندوق هيئة تنمية قناة السويس أتفق تماما مع الهدف السامي لتنمية الموارد وأتفق تماما مع الهدف السامي لجذب الاستثمارات الأجنبية سترايز محدش يقدر ينكر الدور الكبير اللي بتقوم بيه قناة السويس خاصة في حركة التجارة وقيامها بنقل وتسهيل أكتر من 12% من حجم التجارة العالمي بالإضافة للدور الأهم للاقتصاد المصري بتوفير أكتر من 8 مليار دولار سنويا من العملة الصعبة لصالح الاقتصاد المصري فكل التحية والتقدير لكافة رجال هيئة قناة السويس من أصغر عامل حتى رئيس هيئة قناة السويس الفريق سامر ربيع على مجودهم المبزول في الفترة الماضية هذا وقرر مجلس النواب تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الذي يهدف إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس تسعى من خلاله إلى زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك لجلسة قادمة اشتركوا في القناة